لا خيارات أمام درعة فعندما يكون نظام الأسد والميليشيات الإيرانية هما الخصم والحكم ويكون الضامن روسيا فليس إلا الموت وخراب الديار ويبدو أن خيار التهجير أيضاً أصبح مرجحاً عند ثلاثي الموت وخاصة إن كان الموضوع يتعلق بإغلاق ملف درعة إلى غير رجعة وقطع الطريق أمام أي رافض أو مغامر يمكن أن يعكر صفو النظام وحلفائه في المرحلة المقبلة ومن هنا يأتي إصرار نظام الأسد على خروج مجموعة من الأسماء وهو شرط للقبول بأي اتفاق وعلى مقربة من حرب الإبادة تلك حيث الأردن بما تربطه من علاقات قرابة ودم مع أهل درعة إلا أن ذلك لم يكن كافياً للتحرك وانتهى المشهد بالصمت حيال دعوات الاستغاثة التي وجهها أعيان درعة قبل أيام وزاد على ذلك في محاولات التقارب من الخندق الإيراني عبر وفد من البرلمان الأردني التقى غيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في بغداد وانصب الحديث حول موقف الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية إذن حاضرة عند تيار الممانعة الذي يبدو أن الأردن يحاول التقدم خطوات باتجاهه فبعد أن كان سباقاً بالتحذير من المشروع الشيعي الإيراني في العالم العربي بدى موقفه مغايراً عندما أصبحت طلائع الميليشيات الإيرانية على مشارف حدوده وتلك حالة غامضة ليس من السهل قراءتها غير أن ملامحها تتراوح بين احتمالية كون الأردن جزءاً مما يحصل في سوريا أو أنه عاجز عن فعل شيء وآثر السلامة في الرد على صراخات الاستغاثة المسموعة من جيرانه في درعا منذ أكثر من شهرين اشتركوا في القناة